بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا عليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعز المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر لنا ولكم الزلات والله أسأل أن يديم علينا وعليكم هذه الأيام في خير وبركة وسعادة اللهم أمين اليوم الحادي عشر أول أيام التشريق هذه الأيام هي أيام شكر وذكر لله تعالى نشكر الله عز وجل على نعمه التي ليس لها أول وليس لها منتهى ومن هذه النعم نعمة الأوطان ونعمة الأمن ونعمة الرخاء التي نعيشها في هذا البلد نسأل الله عز وجل أن يزيد أمنه أمنا ورخاءه رخاء وأيضا أن نذكر الله عز وجل وذكر الله في أيام معدودات بدأنا عز المشاهدين بختام هذه الأعمال الصالحة من هذه الأيام العشر هذه الأيام وكأننا بدأنا نودع هذا الموسم والله نسأل أن يعيده علينا ونكون أقرب إليه سبحانه وتعالى مما مضى دعونا نتوقف مع هذه القصة العظيمة التي لا تمر مثل هذه الأيام إلا ونتذكر الذبيح إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام هذه القصة لا أدري مما أعجب أعجب من الأب أم من الإبن أم من الأم ما هو الأمر وما هو الرد وما هو موقف هذا الإبن الذي تربى في بيت النبوة الأمر الإلهي جاء بالذبح لإسماعيل عليه السلام الذي جاء بعد سنوات من الحرمان جاء الأمر الإلهي لإبراهيم عليه السلام بالذبح فبدأ يستشير الإبن ويعرض عليه هذه القضية التي فيها الذبح يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر افعل ما تؤمر فتربية الإبن واضحة ونسب الأمر إلى أن الأمر لله عز وجل وبما أن الأمر لله فلا خيار لدي ولا خيار لك وإنما يجب أن ننفذ يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شاء الله من الصابرين لم يشر لنفسه بشيء أنه سيكون صابرا بل أن يكون وكأنه يرجو الله عز وجل أن يكون من الصابرين امتثل الإبن لأمر والده وهو الأمر الإلهي وتقدم لتنفيذ هذا الأمر حاول إبليس مع الإبن وحاول مع الأب وحاول مع الأم ولكن الباب مغلق ولم يجد له منفذ لقلوب هؤلاء الصالحين أعزاء المشاهدين هنا نتوقف ولننظر إلى هذا الأمر الإلهي الصعب على النفس كيف لأب وقد بلغ من السن ما بلغ وبلغ من العمر أن يقوم بذبح ابنه لكنه الأمر الإلهي الذي يجب أن نسلم إليه في السراء والضراء فما كان من الأب إلا أن يسلم وما كان من الإبن إلا أن يسلم فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم يا الله ما أعظمه من موقف ما أعظمها من عبودية من هذا الأب ومن هذا الإبن سلم الأمر لله عز وجل هنا أيها المشاهدون الكرام أخواني أخواتي فلنراجع أنفسنا مع المخالفات الإلهية التي نخالف فيها الأوامر التشريعية الواضحة ونقول لا نستطيع لا نستطيع أن ننتهي عن هذه المعاصي أنا أدمنت على هذا الأمر فأنا لا أستطيع أقول لك اتق الله وأنت تستمع إلى هذه القصة كان أولى بإبراهيم أن يقول يا رب أمن باب آخر يا رب أسألك أن تخفف يا رب لم يراجع إبراهيم عليه السلام في هذا الأمر الإلهي الصعب على النفس فقام بالتسليم وقام بالتنفيذ والجميع سلم لهذا الأمر وأنا ما زلت مع هذه المعصية يأتي العام تلو العام وتأتي المناسبات ويأتي رمضان وتأتي مثل هذه الأيام المباركة من هذه العشر أتوب لوقت محدد ثم أعود إليها أزعم أنني لا أستطيع أن أترك هذه المعصية وأنا الآن أستمع إلى هذا الموقف العظيم من أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه الذبيح إسماعيل عليه السلام فيجب أن أراجح حساباتي مع نفسي وأقول يا رب تب على قلبي يا رب أشكو إليك قلبي يا رب أشكو إليك عيني يا رب أشكو إليك جوارحي وبعد ذلك تأخذ بالأسباب وتغير البيئة وتلتقي بالصالحين من الناس بحول الله وقوته ستكون أقرب وأقرب إلى الله عز وجل وتنتصر على هذه الشهوات أستودعكم الله عزيزي المشاهدين وألقاكم غدا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر